اشتركوا في القناة حيث باغته قطار قادم من الدار البيضاء في تجاه مدينة القنيطرة ليرضه قثيلا على الفور ويحول جثثه إلى شضايا متنترة على طول السكة الحديدية رواية عديدة ومتعددة حول هذه الوفاة المفاجئة والأليمة يرويها لنا الزميل الصحفي حسن الغوتي الذي كان حاضرا عقب الحادث ومنه هذه التفاصيل حسبت صريحات من المصادر المتعددة فإن المرحوم عبدالله بها كان عبر سيارته بمفرده كان يرتدي لباسا رياديا وجه الباب فارتاء أنه يتفقد المكان المرحوم الزيدي ويعبر سكة الحديدية فإذا به مبغثة القطار له في صدمة من الخلف بعدما عطى المنبه الصوتي للقطار فإذا به على مغطا حول الرجوع لكن القطار صدمه وحوله إلى أشلاء من قطاع من اللحم المتنترة هنا وهناك والحديث أردنا أن نستقي بعض الصريحات إلا أنه علما لمحنا ولملمسنا أنه تعتيم قوي قوي جدا من السلطات لرجال الدارك لأنه كانوا من الحاضرين أول ما حضروا هم رجال الدارك الملكي إلى أنه وهذه حقهم أنه ما بغوش يصرحوا لأنه هناك ربما تقلمت أنه عدم الصريح حتى الصباح هذا وعلمت شوف تيفي من عين المكان أنه تم نقل أشلاء جثة الراحل عبدالابها إلى مستودع الأموات باب الحد برباطة بعدما كانت سيارة الإسعاف في طريقها إلى المستشفى المحلي بوزنيقا تحت تعليمات مجهة رفيعة المستوى وعلى خلفية هذا الحادث الأليم أمرت وزارة الداخلية مصالح الدارك الملكية بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن ملبسة الحديث تحت إشرا في أنيابة العامة إن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر